تأمين المحامي لان لما بيحصل معايا مشكلة انا المفروض بحتاج محامي فانا لما عشان اروح للمحامي لو عندي تأمين للمحامي في الحالة دي التأمين هو اللي بيشيل كل المصروفات اللي بتكون نتجة عن الموضوع ده كلمين عن تأمين المحامي بالتفصيل تمام هنرجع برضو نفس النقطة احنا يمكن في بلدنا كتير ما عندناش موضوع تأمين المحامي عندك مشكلة بتروح لمحامي وخلاص هنا بما ان المشاكل كتير اسعار المحاميين عادة مكاتب المحاميين تكون غالية جدا فمش كل واحد بيكون عنده المقدرة ان يروح يدفع استشارة مبلغ وقدره او يوكل محامي تأمين المحامي ده شيء مهم جدا تعرف حتى اللي شغالين في مكاتب محاميين يعني انا زمالي عاملين تأمين محامي يعني حاجة غريبة بس ده الواقع او ده لازم اللي يكون تأمين المحامي ليه بيكون مهم اول حاجة حضرتك بتحتاج استشارات دايما دايما بتحتاج استشارة حصل معك مشكلة زي ما قلنا موضوع البيت دوت اذا عندك تأمين المحامي اذا تأمين المحامي هيساعدك هتروح لمحامي من اللي هما بيشتغلوا مع التأمين هتعمل عنده استشارة وهيقدر ان هو يساعدك في الموضوع دي لك النصيحة تعمل ايه او تسوي ايه وفيه احيانا برضو التأمين بيبقى عنده لستة بالمحامين اللي هو بيشتغل معه دي بقى هنفرق فيها حسب انت بتختار ايه عندك انت نوعين من التأمين او نوعين من شركات التأمين شركة بتقول لك حضرتك عشان كده لازم نستخد بالها وهي بتعمل العقد البتاع تأمين المحامي فيه شركة بتقول لك انا عندي لستة فيها محامين انت مضطرة تروح عندهم انت مجبر لو عندك مشكلة تروح عندهم بشركات بتقول لك اختار انت المحامي وتعلالي اختار انت المحامي وتعلالي وانا هحسب المحامي طيب انا من وجهة نظري انا كان فين الشركة اللي بتقول لك اختار انت المحامي احسن لك ليه اول حاجة الفرصة مفتوحة قدامك انت المحامي اللي بيعجبك بتروح له عايز بقى تحكي بالعرب تحكي بالالماني تحكي بالهنزي انت بتتكلم معاه براحتك واحد اتنين تخصص انت اللي بتحدد الوقت اللي عايز تروح له امتى يعني انت بترفع سماعة التليفون دلوقتي ايوة يا دكتور كلاما انا حداك شغال مع التأمين اه اجيلك بكرة فيه ناس تبقى فليكسيبل فبيديلك معاد سريع اما اللي بيبقى عنده هو اللستة وبيقولك روح عليها انت ممكن تروح له محيمي وما ترتحش عنده هتغير انت مربوط بلستة معينة اتنين ممكن يديلك وقته وممكن يقولك تعالي لي بعد شهر تعالي بعد ثلاث أسابيع تعالي بعد خمستاشر يوم حداك مستعجل فهتعمل ايه فانا وجدت نظري ان يكون مفتوح لكل المحامين او لكل المكاتب اللي بتشتغل في التأمين ده بيكون افضل لك لانه بيعمل لك سهولة في الاختيار وده كمان فيه بيبقى في تأمين المحامات ده يعني انا عندي شوية برضو خلفية شوية انت بتروح تاخدي جود شاينة انت ليك جود شاينة كل شهر بالنسبة للسشارة ان انا بروح بقول هروح عند دكتور كلامة انا محتاج جود شاينة للدكتور كلامة استشارة قانونية اعتقد التأمين دي موجود وبيبقى في كل التأمين دي انا مش متأكدة منها في كل التأمين ولا لأ عشان بقول معلومات تكون دقيقة انا بعرف شركات تأمين بدون ذكرى اسماء بتقول حضرتك عندك كل شهر تقدر تروح للمحامي وتعمل عنده استشارة واحنا بنحزب وفيه شركات تانية بتقولك كل تلات شهور فيه شركات بتقولك كل ستة شهور فانا معرفش عشان كده بقول كل واحد لازم يدقق عشان يعرف فده بيفيدك لما حضرتك مثلا لو بتدفع تأمين المحامي في الشهر معرفش 10 يورو 20 يورو ايا كان هو ايه وبتروح كل شهر عنده محامي تعمل استشارة بقى ايا كان ايه الاستشارة لحدك عايز تعملها فده بيفيدك تمام خلينا برضو ننوف بالنسبة برضو الموضوع التأمين المحامي ده ان احنا نقول لازم يكون تأمين المحامي برضو فيه شمولية لان احيانا بيبقى فيه قضايا لكن مفهوش التأمين او المشاجرات الخاصة بعقود الايجار اه فيه حاجات ده لحد علمي والناس اللي انا سألتهم في التأمين فيه حاجات لا يشملها التأمين زي القضايا الجنائية التأمين ما بيشملهاش زي المشاكل الاسرية مثلا واحد عايز يرفع على امراته قضية الطلاق او العكس ما بيشملهاش واحد عايز يقدم على الجنسية ومحتاج محامي يقدم له ما بيشملهاش العقود واحد عايز يشتري بيت وعايز حد يكتب له عقد او يزبط له الاوراق ده ما بيشملهاش التأمين بيشمل الاشياء الاخرى الاستشارات بصفة عامة بيشمل حاجات مهمة جدا بتفيد الناس حضرتك دلوقتي مثلا فجئت ان جايلك فطورة بمبلغ كبير جدا او مرفوع عليك دعوة ولازم تدفع تعويض لحد او مبلغ كبير جدا اذا عندك تأمين محامي بيتحمل او انت مثلا شغال في شركة وصاحب العمل اذاك او انت اتصبت في العمل اصابة عامة وعايز ترفع مثلا دعوة ده بيشمل مثلا عملت حد ساب السيارة خبط تحد التأمين بيشمل حاجات كتير يعني في حاجات كتير بيشمل بس لازم تعرف انت مختار ايه واحد بيدفع تأمين عشرة يورو في الشهر اكيد مش هيكون زي واحد بيدفع تأمين تلاتين يورو في الشهر ده اكيد هيكون للمميزات اكتر فلازم الواحد يدرسها ويشوف ولكن تأمين المحامي انا بنصح كل واحد عايش في النمسا يكون عامل تأمين محامي طيب يبقى الموضوع فاهم النقاط اللي انا رايح اأمن عليها ده مهم جدا وفاهم كمان الحاجات اللي ممكن التأمين ده يغطيها لي والحاجات اللي لا وعلى حد معلوماتي انا موضوع الايجار ده شيء خاص لازم اللي انت بتتكلمي وحضرتك بتتكلمي عليه ده اه ممكن يكون العشر يولو دي بتغطي له المشاجرات لكن عقود الايجار لها جزئية خاصة اتكلمنا عن موضوع التسريب المياه السرقة الاطفال وده ما يخص تأمين البيت تأمين المحامي قلنا ان القضايا الجنائية بعيدة عنه لكن كل المشاجرات التانية او الحاجات اللي بتظهر سواء كانت مشكلة قانونية بشكل معين ده ممكن يغطيها كمان من ضمن الحاجات اللي مش بيشملها قضايا اللجوء يعني واحد عايز يعمل طعن عايز يعمل طعن للمحكمة دستورية العليا عايز يقدم طلب لجوء وهكذا اللي ما بيشملش التأمين اشتركوا في القناة